ده ملوش غير معنى واحد والله العظيم ده أنا بقوله نصيحة لكل شاب إخواني لازالة متأثرا القائد بتاعك غبي وجاهل وجهول وإعصامي في جهل وقعد عمال بيبني طوبة على طوبة في الجهل لما أنت تصدق واحد زي دايب أنت عندك مشكلة بتراهن على الإيه؟ بتراهن على إفقار المجتمع بتراهن على هزيمة المجتمع بتراهن على بؤس المجتمع بتراهن على التنكيد على المجتمع طيب وبالرغم من كل مراهناتك دي تلاقيها مراهنات أو رهانات كلها خاسرة بالكلية ولا مرة الإخوان رهنوا رهانوا يكسبوه ولا مرة يخشوا رهان الانتخابات يخسروا يخشوا سيبكم الانتخابات اللي كانوا بتعامل قبل كده أنا بكلمك على فكرة الناس مش هتنتخب الرأيية كان وقتها المشير عبد الفتاح السيسي فالناس تنتخبه مرتين طيب على فكرة الاقتصاد المصري بينهار فتلاقي الاقتصاد المصري عمال بيطلع باعترافات دولية على فكرة الكورونا هتجيب مصر الأرض فتلاقي إن الحمد لله والشكر الله هي ما لمستش الأرض لمن قريب ولا من بعيد بالعكس ده أنت صنفت ضمن أثبت وأقوى أربع اقتصاديات على مستوى العالم وقفوا قدام الجائحة وبعدين جم رهنوا على الحرب الروسية الأوكرانية فلاقوا إنه بالحقائق والأرقام ده واحد اتنين وبالشهادات الدولية مصر من أثبت الاقتصاديات قدام هذه الأزمة التي تعصف بالعالم طب إيه رهن الإخوان كسبوه يعني أنت بتدعم الإخوان على أساس الإيه أو بتصدقهم على أساس الإيه أنت كشاب إخواني أنت كزهر إخواني وما سبوهم الظهور يعني إزاي مصر لا هتتكسر ولا هتتفقر ولا هتتهزم بل بالعكس كل ما هو عكس ذلك هتلاقيها مصر اقتصادها قاعد عمال الحمد لله من حال إلى أفضل مصر اقتصادها ثابت ومتين مصر جيشها ما شاء الله زي الفلق وبيتقدم طول الوقت مصر خرجينها بيتقدموا على المستوى العلمي والدراسي طلبتها بقوا بيشوفوا أساليب أفضل في التعليم وظروف أفضل للتعلم إلخ 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 بتراهن على الإيه شيء غريب جدا طيب الإخواني هيقول لك مصر وحشة مصر كخة طب مصر بتصرف دعم نقدي لأربعة مليون أسرة ضمن تكافل وكرامة رغما بأنه في أزمة اقتصادية تعصف بالعالم بس مصر قادرة تكمل ببرنامج تكافل وكرامة وتكمل بمظلة حماية مجتمعية ولا أجمل